هي مهمة للأهلي مش للهلال الهلال خلاص شبح حاسم الدوري الأهلي اللي محتاج المباراة الأهلي اللي محتاج يفوز يبغي يكون الثالث يأخذ مقعد أسيوي هي اللي باقيت له في الموسم الهلال عنده خيارات كثيرة فالهلال ممكن يلعب بالاحتياط يعني مش لازم يلعب كل قوتها مع الهلي أتفق معك لكن الهلال باقي لها 12 نقطة عشان رسميا يتوج بطولة الدوري وزيادة على ذلك حتى الهلي ترى كيسيها الآن ثلاثة أيام أهم لاعب في خط الوسط الأهلاوي لم يتذرى فأعتقد أنه حتى التأجيل من مصلحة الأهلي تواجد كيسيه في اللقاء أمام الهلال يوم السبت فأعتقد أنه التأجيل لمصلحة الهلال ولمصلحة الأهلي وحتى لو أجل إلى وقت لاحق أعتقد أنه الهلال لو حصل بطولة الدوري بـ 12 نقطة ممكن يلعب بالصفة الثانية أمام الهلي ويحصل الهلي على المركز الثالث ممعنى أنه الهلي مقادر يفوز يوم السبت قادر الأهلي يفوز على الهلال والهلال قادر يفوز على الهلي لكن غياب كيسيه ترى مؤثر على الهلاوية لو لعبت المباراة يوم الجمعة عالمي نجدي يعلق يقول يوم عرض جدول الريال ليس الريال جدول مانشستا سيتي يقول ضاعة والزلال وفلاتة والشيخ سلام مربع لعماد السالمي فقط نعم 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 لا ما ضيناك تبسك الواحد برأي فضل أنا لا لا تعليق بسيط نحن مركزين في المنافسات المحلية مع الهلال تحديدا ما نحن مركزين في المنافسات الأوروبية عشان كده ضعنا خالد على الهاشتاك يحاط تغريدة وحذفها يقول الحساب الحقيقي بالمعطيات يوم الحساب كله مكتوب حبيبي بالنسبة لنا لا لا أنا قلت ببساطة مانشستا سيتي لم يتعرض لما تعرض له عن الهلال لم يتغير جدوله ولم تسقط عليه بطوله فجأة خارج أرضه بس وين نعم عمر العتيب يقول سؤال عبد العيز الزلال من تفضل لمركز الهجوم في الهلال البكرة أعتقد أنه أقرب خيار مالكم صالح الشهري ميشيل أعتقد نفس التشكيل التي لعبت أمام الاتحاد في نهاية السوبر ولأقرب كأجانب كمعلومة بالنسبة لي بكرة العيز بيكون حارس أساسي ميشيل مالكم نيفيز سافتش كل يبالي عمر بن عمر يقول وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطري صار كلهم حقين الطقس الحلالين اليومين صاروا حقين الطقس طيب نورة تقول نتصير هلال وبحر عرضت تقول كيف ما تصير هلال وبحر تصير هلال وبحر سمعتني عبد الله فلاتة الوطن واحد استوعب الكل طيب ماشي بس عشان هذا يعني عشان بس أستاذ قلوم هلال وبحر أيوة أبو فهد يقول أنا مستغرب أستاذ وليد كيف نادي كبير مثل هلال لم يجهز صف ثاني لإمبارات الأهلي أتمنى الزلال يتطرق لهذا لا سيما والدوري شبه محسوم هلال عنده صف ثاني لكن الهلال كل مشاركاته يطمح لتحقيق البطولات تطمع انتوا طماعين انتوا طماعين تبدأ له الحال هذا قدر الهلال أبو بدر احنا طمعين لكن بس مو احنا الحال لأن ندفع الفاتورة لأنه الهلال قاعدة تصدر ويفوز داخليا وخارجيا مو أنا لدفع الفاتورة الحالي هذا قدر أني أنا بطل أبغى كل البطولات الهلال ما يشارك إشان يسير مركز ثاني الثاني في قاموس الهلاليين فشل حسام الغامد يقول أنا حاجة تذكر الطيران من الدمام الجدة عشان المباراة والعودة السبت الصباح عشان المباراة مني عوضني إذا تأجلت لا تسافر يا حسام حسام وقفت عليها والله عظيم بعد حسام أنت عليك شغلات صار ظرف شو تسوي يعني الرحلة لو تكنسلت وتقول شي خلاص قصة تذكرها ثانية يا أخ حسام عليك حاجات أنت بعد يعني يعني قال صايدة ومرحين طيب يعني يعني عبيد يقول ما هو من حق الأهلي يرفض تأجيل المباراة مع الهلال الهلال يمثل الوطن والمفروض الأهلي يلتزر الصمت ويراعي المصلحة الوطنية اهدى يعبيد اهدى يعبيد ايش هالدرجة مولدي الدرجة من حق الأهلي يطالب بالمباراة من أبسط حقوقه شكرا عبد الله فلا تتاوق شكرا لك بس القادسية انت دائما تخلي يتكلم عنه هذا الفريق التاريخي اللي من الدوري التصنيفي هو فريق ممتاز لا كان فيه نهضة يعني مولود على العز ولد عز من يومه بطل كاس الكوسة الهاسوية فرق كبيرة ما حققت بطولة هاسوية القادسية من يومه فريق عز ويرجع مكانه بمشيئة الله ويرجع متميز ان شاء الله مين أحسن رئيس التاريخ القادسية الزاملة ترأس هو حبيبنا حبيبنا الزاملة والياقوت الاستاذ جاسم الياقوت رئيس التاريخ القادسية مين ها علي بدغيش علي بدغيش حقق لا سمي ما حقققوا هاي هو علي بدغيش طلع جاب بطولات واختفى ودل العملية وقفت شكرا محمد الشيخ يعطيك العافية شكرا أبو بدر يا عفيك شكرا أبو عز الزلال ايه حبيبك يا بو بدر ما شاء الله تبارك الله صورة معبرة هادي تعرف هادي مت هادي وعماد كان فيه خمسة سنين لسه ما دخل المدرسة لسه كان ياخذ المصروف شكرا أبو عماد يعطيك العافية غدر إن شاء الله موعد آخر شكرا أبو عماد